موسيقى نشرة الأخبار الرئيسية تأتيكم من تلفزيون المقام والبداية بأبرز العنوين الإدارة الإلكترونية ستعمم على جميع القطاعات مع نهاية سنة 2015 وزير التهيئة العمرانية والسياحة وصناعة التقليدية يدعو من ولاية البويرة إلى تشجيع السياحة الداخلية موسيقى دوليا أكثر من خمسين طائرة تركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق موسيقى وفي روبرتاج النشرة كنيسة القديس أوجستان بعنابة صرحونديني وقلعة سياحية مميزة موسيقى أهلا بكم أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين بدوي أن تعميم الإدارة الإلكترونية على جميع القطاعات سيتم مع نهاية السنة وهو الإجراء الذي سيسمح للدولة باقتصاد ملياري دينار جزائري سنويا عقل حشاني في إطار عصانة الإدارة وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إجراءات جديدة للحد من ظاهرة البيروقراطية التي تندرج ضمن مسع سياسة تحصين الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن وفي هذا الإطار أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الإدارة الإلكترونية تعد بداية لإنشاء الحكامة الإلكترونية الجزائرية مشيرا إلى أنها تربط حاليا قطاعية الداخلية والعمل والتضامن الاجتماعية ومع نهاية السنة ستعمل الوزارة الوصية لإشراك القطاعات الأخرى في هذه الديناميكية كما أشار السيد بدوي إلى أن تعميم استعمال تكنولوجية الإعلام والاتصال في الإدارات العمومية سيسمح بأنسنة العلاقات بين الإدارة والمواطن ومكافحة التماطل البيروقراطي والمحصوبية والفساد مضيفا أن عصرنة الإدارة العمومية سيوفر على الدولة 200 مليار سنتيم سنويا كما تطرق وزير الداخلية إلى مشاريع بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية الرقمية التي تسعم صالحه تجسيدها خلال الثلاث إلى أربع سنوات هذا وقد قضع مشروع إنشاء الإدارة الإلكترونية مرحلة جديدة لسيما بعد أن تم الشروع أمس الاثنين في عملية نموذجية تتعلق بإصدار جواز الصفر البيومتري على مستوى الستة عشر من بين سبع وخمسين بلدية بولاية الجزائر سيعقيد المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد المقبل جلسة علنية لتقديم ومناقشة مشروع القانون التجاري على أن يعرض ويناقش مشروع القانون التوجيه للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي حسب ما أفاد به بيانون من المجلس وخلال اجتماع لمكتبي المجلس تم من خلاله ضبط الجدول الزمني لأشغاله حيث تقرر استئناف الأشغال ليتم الأربعاء الموالي عقد جلسة لتقديم ومناقشة مشروع القانون التوجيه للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي على أن يكون يوم الخميس السابع عشر من سبتمبر موعدا للتصويت على المشروعين تشهد محلات بيع اللوازم المدرسية إقبالا منقطع نظير من قبل الأولياء الذين شرعوا منذ فترة في اقتناء مختلف الأدوات لأبنائهم المتمدرسين الذين التحقوا بالمدارس مطلع الأسبوع الجارية وككل موسم دراسي يبقى ارتفاع الأسعار مشكل يؤرق الكثير من العائلات التقرير لعقلة حشاني تصنع المحافظ والأدوات المدرسية الحدث مؤخرا حيث أصبحت التجارة الرائجة في مختلف الأسواق الشعبية وعند بائعي الأرصفة وفي المتاجر وأمام موجة السلع القديمة من شرق جنوب آسيا واكتساحها لسوق الأدوات المدرسية لم يعد للمواطن الجزائري خيارا غير اقتناؤها رغم نوعيتها الرديئة خاصة أنها تصنع من مواد غير صحية ولها أثر على التلميذ في ظل الإنعدام الشبه الكلي للصلاع المدرسية الأوروبية المعروفة بجودتها العالية والفقر المحسوس للمنتج المحلي في هذه السوق التي تعرف تراجعا في نوعية المحافظ والأدوات المدرسية ومما لا شك فيه أن الراغب في اقتناء الأدوات لأبناء هذه الأيام يصاب بالدهشة والحيرة من الارتفاع الذي بلغته هذه الأخيرة سواء المستوردة منها أو المصنوعة محليا فيكفي القيام بجولة إلى بعض محلات وأماكن البيع مختلف اللوازم المدرسية لمعرفة حجم معاناة أغلبية الأولياء وعدم قدرتهم على تجاوز مشكلة ارتفاع الأسعار لسيما في ظل انجذاب الأطفال للألوان الساحرة وأبطال الرسومات المتحركة كما تستهويهم تصميمات الجذابة والأدوات الملونة والتي بطبيعة الحال ترتفع أسعارها عن العادية منها ما يضع الأولياء أمام أعباء ومصاريف إضافية ذكرت وزارة السكن والعمران والمدينة أن الموقع الإلكتروني لوكالة عدل www.adl.com.z والخاص باختيار مواقع السكن لمكتتبي برنامج البيع بالإيجار 2001-2002 سيكون موضع سيانة منذ منتصف ليلة أمس إلى غاية الثامنة صباحا كما أشارت الوكالة من جهة أخرى إلى أنها أعدت مكاتب استقبال على مستوى المركب الأولمبي 5 جوليا ابتداء من صباح اليوم لاستقبال المكتتبين الذين ضيعوا كلمات السر الخاصة بهم أو الذين يواجهون صعوبات في التسجيل ومن جهتها طمأنت وزارة والسكن كل مكتتبي برنامج البيع بالإيجار 2001-2002 بأن الوحدات السكنية تغطي حاجات كل المسجلين وأن الموقع الإلكتروني سيبقى متاحا لاستقبال المكتتبين في قطاع السياحة في إطار الزيارة التفقدية التي قام بها وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السيد عمار غول إلى ولاية البويرة أشرف المسؤول الأول عن القطاع على تدشين عدة مشاريع بالولاية قصد تشجيع السياحة الداخلية أكثر تفاصيل في سياق التقرير التالي ضرورة تشجيع السياحة الداخلية من خلال تقديم برامج سياحية تتماشى متطالبات كافة أفراد الأسرة الجزائرية وبناء اقتصاد وطني خارج المحلوقات هذا ما أكده وزير تهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السيد عمار غول خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية البويرة لاحظوا بأن ولاية البويرة تمت بها إنجازات مشجعة محفزة صلحت وتصلح لمرحلة معينة لكن الآن لازم مننا إقلاع جديد لازم مننا دينامية جديدة لازم مننا عدة استثمارات في مجال السياحة على مستوى ولاية البويرة في إطار تهيئة الإقليم حتى يتكامل الفضاء الصناعي والفضاء الفلاحي والفضاء السياحة مع هذه الفضاءات الكل في إطار بناء اقتصاد متنوع خارج المحلوقات هذا وأوضح السيد عمار غول خلال ترشين مقر أحد الوكالات السياحية والأسفار على ضرورة تشجيع السياحة الداخلية من خلال إعدادها لبرامج متنوعة كفيلة باستقطاب السياح وتلبية متطلعتهم سنرافق من خلال تهيئة الإقليم تقسيم الإداري الجديد بدنا بالجنوب رحل هضا بالعليا ثم رحل الشمال في كيفية أولا أن يكون هناك تناسق ما بين تقسيم الإداري الجديد ويعني التنمية المحلية في الأقاليم الجديدة المنشعة لذلك يجب أن يكون هناك تقسيم الإداري الجديد ويجب أن يكون هناك تقسيم الإداري الجديد ومناظر طبيعية خلابة نبقى دائما في قطاع السياحة سرح وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية السيد عمار غول أن ولاية الجنوب الجزائري الكبير ستشهد خلال السنة الجارية إطلاق العديد من هيكل الاستقبال والفضاءات النوعية لاستقطاب السياح الأجانب على مدار السنة وذلك من خلال التوجيهات الجديدة التي نص عليها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لأفاق 2030 والتي ترتكز على ضرورة بناء اقتصاد خارج المحلوقات وذلك باستغلال التروات الطبيعية والمؤهلات التي تتوفر عليها الجزائر في مختلف المجالات لسيما في قطاع السياحة يعني المنافسة في المنطقة من أجل أننا نعطي دفع للسياحة الخاصة بالأجانب بعدما يعني نعطي دفع للسياحة للساكنة بالداخل فقلنا الجنوب والصحراء هي الفضاء اللي من خلاله نقدر ننافس الجميع في المنطقة ولذلك ركزنا على ضرورة إنجاز مرافق هامة جدا سياحية مركبات قورة سياحية مجمعات في الجنوب في عدة ولاية في الجنوب وسننطلق إن شاء الله في بدء الإنجاز في بعض منها قبل نهاية السنة هذه سنة 2015 ستكون على شكل يعني فضاءات مجمعات قورة سياحية مركبات سياحية منتجعات سياحية التي تندمج إيجابيا والموحيط الصحراوي والتي كذلك تكون من خلال احترام النمط نمط البناء والهندسة المعمرية على المنطقة وكذلك خصوصية تقاليد وتراث المنطقة وجزء منها إن شاء الله سنقدم على الانطلق فيه قبل نهاية سنة 2015 بإذن الله أمنيا عاكفت المدرية العامة للأمن الوطني على تنظيم برنامج خاص للوقاية من حوادث المرور حيث عملت على إعادة انتشاري القوى العاملة ميدانياً لإنجاح الدخول الاجتماعي والمدرسي كحد سواء التقرير لسهام سهل الإجراءات الأمنية المتخذة من طرف المديرية العامة للأمن الوطنية لتأمين الدخول الاجتماعي 2015-2016 عبر كافة قطر الإختصاص الوطني تجهزت لاستقبال العام الدراسي الجديد وستعمل بكامل الموارد المادية والبشرية من أجل توفير الأمن والسلامة المرورية للتلاميذ والطلبة حتى يكون هذا الدخول المدرسي آمن وهذه المديري العامة الوطني جندت كل ما لديها منطقات بشرية من خلال إعادة توزيعها على مستوى جميع النقاط والمحاور ما ننسوش أنه خلال هذا الوقت بالذات حركة المرور سوف تعرف الضغط منقطع النظير على مستوى جميع النقاط والمحاور بالخصوص المحاور الكبرى ولكن مع ذلك إلا أنه هناك سيولة ومرونة مرورية ملحوظة على مستوى تلك النقاط وذلك من خلال التواجد الميداني الكثيف لكل عناصرنا وكل قوات الشرطة اللي رهي تقوم بتسهل حركة المرور سواء كانوا دراجين أو أعوان شرطة رموزعين على تلك النقاط والمحاور ما ننسوش بلي أنه هناك دورية تركبة اللي رهي تعمل أو تتلقى التوجيهات من خلال فك النقاط أو حتى حل بعض النقاط السوداء اللي تكون فيها اختناق مروري اللي رهي تتلقى التوجيهات وتتنقل آنيا خلال تلك المرحلة حتى تسهل حركة المرور باللسما المواطنين كما أشار إلى أن إجراءات وقائية جديدة دخلت حيز التنفيذ قبل الدخول المدرسي كاحترام السرعة في محيط المؤسسات التربوية ومنع التوقف العشوائي والتصدي للمناورات الخطيرة وشدد رئيس مكتب الوقاية المرورية بمديرية الأمن العمومي على أهمية التحسيس ضمن هذه الإجراءات مشيرا إلى الدور الدائم لمصالح الأمن الوطني في حمل راية التوعية الدائمة للمسائل التي تهم سلامة وأمن المواطن الدخول الاجتماعي والعرار السنوات الفارطة هي تجند كل طاقتها البشرية وطاقتها المدية إذا كنا نقول بأن المدير العمومي المواطني تعدد لها البشر بفقد مثلا يبلغ مئتين ألف شرطي كله مجند لتأمين هذا الدخول الاجتماعي وتأمين كل المواطنين وتأمين تنقلتهم سواء من المقر سكناهم إلى أماكن عملهم أو إلى المؤسسة التربوية حتى ينقل الأولاد تحمل الطلباء أو المتمدرسين هدفنا أولا وأبدا هو ضمان أو المحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات بالدرجة الأولى وبالتالي أن كل هذه الطاقة مجندة لضمان راحتهم وأمنهم وبالخصوص خلال هذه الفترة بالذات وعلى ظوء ما سبق فإن هذا النوع من الإجراءات تبقى مستمرة على مدار السنة وهو المشروع المسطر من طرف القيادة العليا للأمن الوطني والتي تصهر على تكريس مثل هذه التظاهرات التي تنظم باستمرار من أجل توعية المواطن والعمل على التقليل من حوادث المرور مع تلقين الثقافة المرورية للأطفال باعتبارهم سائقية الغد ودائما في إطار الوقاية من حوادث المرور أكد الملازم الأول للشرطة محمد صداقي رئيس مكتب الوقاية المرورية بمديرية الأمن العمومية أكد أن مصالح الأمن سجلت انخفاضا محصوصا بالنسبة لحوادث المرور خصوصا لهذه الفئة العمرية والمؤسسات التربوية داعيا في الوقت نفسه للتحلي باليقضاء هذا ما أكده في ميكروفون السهام سهل آخر الأرقام التي قد سجلتها المدير العامل الوطني بنسبة لحوادث المرور خلال المناطق الحضارية كانت مشجعة جدا للغاية ومازلنا نسجل تراجعا وملموس في هذه الحوادث عندما نرى أن السبع الأشهر الأولى من سنة 2015 مقارنة بالسبع الأشهر الأولى من سنة 2014 سجلنا انخفاض في مجال عدد الحوادث يقارب ناقص 10% بالنسبة للحوادث وناقص تقريبا 8% بالنسبة للجرحاء وناقص 20% بالنسبة للقتلاء هي نتائج إيجابية ومشجعة سجلتها المدير العامل الوطني خلال هذه السبع الأشهر الأولى من سنة 2015 وذلك ما رده دائما إلى العمل التوعوي والتحسيسي أو المجهودات اللي يقوم بها في مجال التوعية والتحسيس المواطنين سواء من خلال توعية المواطنين على مستوى جميع النقاط المحاور تقديم دروس التوعوية وتربوية على مستوى المدارس أو المؤسسة التربوية وحتى الجامعات أيضا أنه هناك الجهاز الرادار اللي رأي يقوم بدورها من خلال حتى ما نقولش أنه هو جهاز ردعي ولكن هو يستعمل القضاء على تلك النقاط السوداء أو على مجموعة من السائقين اللي رغم يستعملوا السرعة وبالتالي أنخفوا من هذه الظاهرة أو هذه الحادثة أو هذه المخالفة التي تتب في الكثير من حاوذة المرور في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العمليات لبورج باج مختار بإقليم ناحية العسكرية السادسة يوم أمس وذلك على الساعة الرابعة مساء محاولة إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطنية دوليا شن طيران الحربية تركي ليلة أمس عملية واسعة نطاق ضد مواقع متمردي حزب العمال الكردستانية في شمال العراق ردا على هجوم أسفر عن مقتل 16 جنديا تركيا عقل حشاني بعد مقتل 16 جنديا تركيا في هجوم لمسلحي حزب العمال الكردستانية جنوب شرقية البلاد شن طائرات حربية تركية غارات كثيفة لمدة 6 ساعات على 20 هدفا لحزب العمال الكردستاني شمال العراق أصفرت عن العشرات من القتل وجرت العملية إثر هجوم دام من الأحد أصفر عن مقتل 16 عسكريا في داليجا في أقصى جنوب شرق تركيا على الحدود مع العراق والذي يعد أعنف هجوم نفذه المتمردون الأكراد منذ استئناف المواجهات بين الجيش وحزب العمال الكردستاني نهاية جولياء الماضية ما أوقف مسار السلام الذي بدأه الرئيس رجب طيب أردوغان خريفة 2012 لوضع حد لنزاع أوقع حوالي 40 ألف قتيل منذ 1984 وقال أردوغان في حديث تلفزيوني أن القتال ضد حزب العمال الكردستاني سيكون أكثر سرامة وأضاف أن قواته قتلت ألفين من المتمردين التابعين للحزب منذ جوليا الماضية كما تعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بتطهير البلاد من مسلحي حزب العمال الكردستاني مشددا على عزم تركيا على مكافحة الإرهاب بكل سرامة دون تنازل عن قيم الديمقراطية ودولة القانون المزيد من الأخبار الدولية جمعتها لنا سهام ساهل في هذه المختصرات نبدأ مختصرتنا اليومية لنهار اليوم بأخبار الشرق الأوسط وتحديدا الحملة التي تشنها دول التحالف على التنظيم الإرهابي داعش حيث تم تحقيق 6550 ضرب 4085 في العراق و2465 بسوريا حسب ما أكدت وزارة الدفاع الأمريكية وأكدت فرنسا من جهتها أن على بشار الأسد أن يغادر وينبغي تشكيل حكومة انتقالية حيث يعتبر ذلك من مصلحة الجميع وفي فرنسا يستعد رئيس الفرنسي فرنسو أولوند للتوجه إلى الصين من أجل إنجاح المؤتمر العالمي للمناخ أواخر السنة الجارية وفي باريس عقد اجتماع غير رسمي مكن من تشخيص نقاط التقاء بشأن التمويل بين ممثل 57 دولة حضرت الاجتماع بحسب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الرئيس المقبل للمؤتمر العالمي للمناخ وفي إيرلندا الشمالية تتواصل الأزمة السياسية في الحزب الوحدوي بزعامة رئيس الوزراء يؤكد مقاطعة جميع جلسات الحكومة إلى غاية تسليط الضوء على حقيقة تفكيك الجيش الجمهوري الإيرلندي بعد جريبة القتلى التي نسبت إلى المنظمة في أوتا الماضية المنظمة أكدت أنها وضعت السلاح منذ عشر سنوات ولكن وفقا للشرطة فإن بعض أعضائها ما زالوا مسلحين وفي بريطانيا أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده مستعدة لاستقبال عشرين ألف لاجئ سوري على خمس سنوات للمساهمة في تجاوز أزمة المهاجرين في أوروبا وقال كاميرون في خطب أنقاه أمام مجلس العموم إن بريطانيا وعبر هذا التصرف تستمر في إذباتها للعالم مدى تعاطفها الاستثنائي وأنها ستلعب دورها إلى جانب شركاء أوروبيين أخرين وفي إيطاليا من الطبعي أن تقيم معرضا للأموم مكرسا إلى الأم العظيمة التي طغت تضحيتها على دورها كإمرأة حرة ومستقلة على مدى قرون عدة بمبادرة من جمعية نيكولاترو سورادي وافتتح معرض الأم العظيمة في القصر الملكي في ميلانو شمال إيطاليا مقدما أربعمائة عمل للحو مائة وأربعين فنانا ذائع السيتة ثلاثة أرباعهم من النساء في روبرتاج النشرة تعد كنيسة القديس أوجستان أحد أبرز المعالم السياحية لمدينة عنابة فبعد عمليات الترميم والصيانة التي خضعت لها طيلة الاثنان وثلاثين شهرا تحولت إلى تحفة فنية بامتياز تمزج بين الأسلوب العربية المغاربية والبيزنطي والروماني لتصبح قطبا سياحيا بامتياز الروبرتاج لعقلة حشاني أعلى هضبت بوخذرة تتربع وجهة المسيحيين كنيسة القديس أوجستين أو كما يحلل سكان مدينة عنابة تسميتها بلال لابونة انطلقت فكرة تشيد البازيليك سنة 1839 بعد مبادرة من الأسقف دوبوش الذي رأى إمكانية إرجاع الإشعاع المسيحي للمنطقة سميت الكنيسة باسم أوجستين الذي كان أسقف هيبون من 395 ميلادي إلى غاية وفاته عام 430 وهو من بين أهم المرجعية الدينية المسيحية في العالم تتكون كنيسة القديس أوجستين من قاعة كبيرة للصلاة ومحراب أيمن صغير للسيدة مريم العذراء فضلا عن محراب كبير يضم ضريح القديس أوجستين ومحراب أيسر يعتبر مصلى ليوسف وعيسى عليهما السلام إلى جانب بيت الكاهين وأجنحة أخرى من المسيح للمنطقة كما تعتبر الكاتدرائية قلعة سياحية تستقطب سنوياً ما لا يقل عن 18 ألف سائح من مختلف أسقاع العالم ومنارة علمية وصرحة دينية يحج إليه الآلاف من الطلباء والزوارة. جاءت البوزيليكة للأبونا تخطر كتابر من أطار المدينة عنابا يعني ملاحظا في بليزير يعني يجي زائرة يشوف يعني حاجة تاريخية كي مكاعة يعني نحب نشوف تور الديانة الأخرى كيف ما وما عنديش عقدة مثلا دين مسيحي ولا دين إسلامي نحب نتعرف على الديانات الكل وتعجبني يعني بلصتها ونفق فرغم الفوارض الثقافية والحضارية والدينية تبقى كنيسة أغوستين بوطقة ثقافية ثمينة ورمز للحوار الإسلامي المسيحي وتلاقح فني وحضاري يرسم صورة للتسامح والتعايج والانفتاح على ثقافة آخر. بهذه الصور نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخبارية وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء الإدارة الإلكترونية ستعمم على جميع القطاعات مع نهاية سنة 2015 وزير التهيئة العمرانية والسياحة وصناعة التقليدية يدعو من ولاية البويرة إلى تشجيع السياحة الداخلية دولياً أكثر من خمسين طائرة تركية تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق وفي ريبرتاج النشرة كنيسة القديس أغوستان بعنابة صرحونديني وقلعة سياحية مميزة شكراً لكرمي المتابعة تقبلوا تحياتي وتحية التقام العام المعي في أمان الله اشتركوا في القناة